ويزاني بس تهتفل البلاد كغيرها من البلدان العالم بيوم الصحة العالمي والذكرى القامسة والسبعين من تأسيس منظمة الصحة العالمية والذي جاء تحت شعار الصحة للجميع النجاحات والتهديات بشات المناسبة الاهتفالية كانت بهضور كل من وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور أبد المجيد أبد الرهيم ووزير العلام الناتق الرسمي باسم الهكومة عزيز مهم صوالح ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جام بسكو أكد بأن منظمته تعمل دائما في مختلف الأزمات الصحية المتمثلة في مقافة الأمراض الوبائية التي تواجهها دولة شاد منذ تأسيسها بتكثيف الهملات التوعوية ومقافة الأمراض المعدية خاصة التضعيم ضد كوفيد-19 وزير الصحة الأمة والوقاية عبد المجيد أبد الرهيم أوضها في هديثه بأن منظمة الصحة العالمية تلعب دورا مهوريا في هالات الطوارئ كما أقدت منظمة لعديد من الاتفاقيات من أهكومة البلاد كما قدم الوزير شكره للشرقاء الفنيين في هذا القطع كما تم عرض فيلم وثائغي جسد فيه لأأمال التي هخختها منظمة الصحة الآلمية